طيب هنروح بقى كالعادة لأخبارنا وكل الأخبار يا كابتن هاني بتكون معنا من خلال زميلنا على مدار الفترة السابقة منذ بداية الأهلي في المنديال وحتى إن شاء الله عودة النادي الأهلي كده تأكد إن شاء الله نادي الأهلي سيعود إن شاء الله يوم 12 فبراير القادم وبالتالي دايماً بتبقى أخبارنا مع زملائنا للأعزاء النهاردة حيكون معنا الزميل العزيز فاروق صلاح علشان نعرف آخر الأخبار والكواليس ونتابع كل ما هو جديد وكل ما هو خاص بمنديال الأندهاء براحب بك فاروق طبعاً في البداية أنا براحب بحضر كابتن إسلام براحب الكابتن هاني رمزي وبراحب بكل مشاهدي قناتنا دي الأهلي في كل مكان أعتقد ما فيش أعظم من اللحظة اللي احنا عايشينها النهاردة ان احنا نكون موجودين في ليلة مباراة الأهلي وريال مدريد ومش في مباراة دي لا دا احنا في دور نصف النهائي يعني أنا شايف على ستوديو كنات الأهلي شعار الأهلي وشعار ريال مدريد وبينهم كأس العالم اللندية أعتقد لحظة من اللحظات السعيدة اللي كلنا بنعيش طبعاً يا كابتن إسلام نتمنى فيها التوفيق طبعاً لفريق النادي الأهلي كابتن هاني طبعاً عارف قيمة هذه المباراة كابتن إسلام واحدة من المباراة الموعد مع التاريخ بالفعل ليه إلعاب النادي الأهلي تعرف اللحظة اللي هتبقى أفضل إمتى؟ نقص بريال مدريد ونلعب النهاية بإذن الله كابتن ونأخد الكاز؟ لأ بقى هنأخد الكاز كمان ولبقى لك إحنا عندنا مشكلة مش مش مشكلة أنا ما اعتبر هذا مش مشكلة احنا كجمهور النادي نادي أحنا بتكلم تولياتي جمهور النادي الأهلي جمهور النادي الأهلي بيشوف أن مثل هذه الأمور هي أمور آه هنلعب بريال مدريد وكل حاجا ولكن هو جمهور لا يقبل بأي شيء إلا الفوز مهما كان الفرقة اللي بتلعبه كلنا على فكرة كل ما تقعد مع أي حد من جمهور النادي الأهلي النسبة سبعين ثلاثين لصالح ريال مدريد ولكن محدش عارف إلي ممكن يحصل فبالتالي هو دائما الفرق ما بين جمهور النادي الأهلي و أي حد تاني ده حقيقي بالفعل كنت نستمع عن الكلام حضرتك صحيفة دي بورتيفو موندو الإسبانية قالت جملة عرب اعتبارها من أعظم نقيلة عن جمهور النادي الأهلي قالت أن جمهور النادي الأهلي يشعر بالإهانة إذا قلت له أن الأهلي لن يستطيع الفوز على ريال مدريد حقيقي اعتقد دائر ثي كبير جدا بيقدموننا النادي الأهلي خلينا بروح لأول أخبارنا النهاردة واللي المتعلقة به تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي و ريال مدريد عقد عصر اليوم الاجتماع الفني لمباراة الأهلي و ريال مدريد الإسباني اللي أقيم عصر اليوم الثلاثاء بقاعة المؤتمرات في استاد مولاي عبد الله بالعاصمة المغربية الرباط حضر الاجتماع الفني وفد النادي الأهلي برئاسة المهندس خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي والمنصق العام لبعثة الفريق النادي الأهلي والكابتن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة والكابتن سمير عدلي مدير الإداري وجمال جبر مدير الإعلام وحنان اللزيني مدير اللوائح والترقيص وعلاق صلاح المنصق الأمني وأحمد الطوقي مسؤول التصويق وماهر عبدالعزيز إداري الفريق كما تواجد الوفد الإداري لنادي ريال مدريد في حضور اللجنة المنظمة للبطولة وتاقم التحكيم ومنصق المباراة وذلك للتأكيد على التعليمات الإدارية والتنظيمية والإعلامية الخاصة بالمباراة وتحدد خلال الاجتماع أن يرتدي النادي الأهلي زيه التقليدي التيشيرت الأحمر والشورت الأبيض بينما يرتدي ريال مدريد الإسباني الزي الموف بالكامل هنروح لتاني أخبارنا وكلر يحاضر اللعبين بالفيديو استعدادا لريال مدريد عقد مرسل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة بالفيديو مع اللعبين منذ قليل قبل التوجه لتناول وجبة العشاء بمقر إقامة البعثة في العاصمة المغربية الرباط وحرس كولر خلال المحاضرة على عرض بعض الأمور الفنية والتكتكية للعبين خلال المحاضرة في إطار التجهيزات النهائية لمباراة ريال مدريد جدا في نصف نهاية كأس العالم للاندية عايزة أفع عند هذا الخبر يا كابتن إسلام وكابتن هاني هل المباراة دي كتير من الناس بتتكلم أنه بتبقى واحدة من أسهل المباريات في التحضير النفسي بالنسبة للمدير الفني لأن كل لعب في الفريق بيحلم أنه يقدم نفسه أمام ريال مدريد ما فيش شك أنا يعني في اعتقاد المباراة الكبيرة دي بيبقى التحضير النفسي يعني فيه جزء مهم جدا جدا هي عملية إزاي المدير الفني ينقل للعيبة أن المباراة دي آه مباراة كبيرة والفريق اللي قدامك فريق أملاق وإزاي تدخل المباراة أهم حاجة في المباراة إزاي داية أهم عشر دقايق أو ربع ساعة تخش بشخصية البطل بدون خوف عندك احترام آه لكن صدقني في المباراة إزاي داية ممكن جدا الفوارئ بتدوب لو أنت يعني أول عشر دايق خدت المباراة عندك استحواز جيد عندك قوة في الأداء فالعيبة خلاص بتقول يعني خلاص إحنا نقدر نعمل حاجة فمهم جدا في الحالة داية عدم الخوف دا مهم جدا ونفس الوقت الاستمتاع استمتع بالمباراة أدي مباراة جيدة طلع كل إمكانياتك وأعتقد دا الرسالة اللي يمكن بيوصلها كلر للعيبتنا إن شاء الله بس لازم برضو بما أننا بنتكلم على الناحية الفنية المباراة دي تظل النادي الأهلي بيلاقي نادي ريا المدريب مهما كانت الأمور ومهما كانت الإصابات ومهما كانت كل حاجة ستظل وجهة نظري أنا مش بقول كده لأي شيء ولكن أنا بقول كده لأنه أنا عارف الملعب بيبقى حب وحضرتك عارف وإحنا عارفين الملعب لما بتلاعب فرقة زي ريا المدريب بيبقى عامل إزاي؟ طبعا مهما كانت الأسماء اللي موجودة دايما إحنا ما بنقول مثلا إن الأهلي لو غاب منه ست سبعة لعيبة دايما نقولي الأهلي بيما نحضر مجموعة اللاعبين اللي موجودة تلعب وتبقى كويسة لأن ده النادي الأهلي وده اسم النادي الأهلي نفس الكلام بينطبق على نادي ريا المدريد أنا بشوفها مباراة صعبة جدا 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 ولن تكون مباراة ولا سهلة من الناحية النفسية ولا من الناحية الفنية جوه الملعب لو جبت جون ممكن يخش فيك جون واتنين لو جبت جونين أو لو دخل فيك جون في نفس الوقت تقدر تجيب جون واتنين محدش عارف كرة القدم دايما فيها كل شيء لازم اللعبة تبقى مركزة بنسبة مية في المية مية في المية تسعة وتسعين؟ لا في النهاية إحنا كجمهيري النادي الأهلي إحنا سعداء جدا يعني من إحنا بتتبرج على فرقتنا بتلاعب ريال مدريد في مباراة رسمية ده 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 شيء أكثر من راعة لكن اللعبين اللعبين كمان عندهم طموح ما اللعبين حتى من خلال كلامهم عندهم طموح ولكن خلينا برضو نتكلم لوجيك الأقرب للفوز هو الريال يعني على الورق ومن خلال ده الطبيعي إن شاء الله النادي الأهلي يعمل ما هو غير طبيعي إن شاء الله ويحقق النتيجة جيدة إن شاء الله بالضبط يا كابتن دهاني خلينا نستكمل برضو أخبارنا والحديث دائما للكابتن سيد عبد الحفيز واللي بيجيد هذا الأمر عبد الحفيز يكشف عن كلماته الأخيرة للعبين ورأيه في مواجهة ريال مدريد شدد الكابتن سيد عبد الحفيز مدير الكرة بالنادي الأهلي على جدية استعدادات الفريق لمواجهة ريال مدريد الإسباني غدا في مباراة الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم الأندية بالمغرب وأضاف مدير الكرة أن الجميع بالفريق يجاهز ولدي حماس كبير لهذه المواجهة مع كامل الاحترام لإمكانات واسم فريق ريال مدريد الإسباني وكشف عبد الحفيز عن حديثه مع اللعبين قبل بداية التدريبات تحدث مع اللعبين أن الجماهير للنادي في كل مكان نتقف خلفهم وكعادتهم ينتظرون منهم المزيد وأكد لهم أن ما قدموا في البطولة زاد من طموحات الجماهير وثقتين في أنهم قادرون على اللعب بأفضل ما لديهم والسعي والوصول إلى المباراة النهائية واستكمل سنلعب بشخصية النادي الأهلي التي تلازمنا دائما وطالبت اللعبين أن يتحلوا بالهدوء والتركيز ويلعبوا بروح الفن للحمراء لمدة 90 دقيقة وأشار مدير الكرة إلى أن حديث المدير الفني للريال عن الأهلي واحترامه للنادي القرن في إفريقيا وتريقه أمر جيد وفي نفس التوقيت يدعو للتركيز الشديد في تلك المواجهة خصوصا أن المنافس يمتلك إمكانيات وتاريخا كبيرا عالميا وفي هذه البطولة واختتم عبد الحفيظ حديثه بالتأكيد على دعم جماهير الأهلي والجماهير المغربية الشقيقة في لقاء الغد وأن الجميع يسعى لتقديم أفضل ما لديهم ليليق بهذا الدعم من الجمهور الذي يأمل في رؤية الأهلي في المباراة النهائية حديث أو خبرنا الثاني عن عمر السلية عمر السلية هدفنا الوصول لنهائي كأس العالم للأندي أكد عمر السلية لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على أن مواجهة ريال مدريدا الإسباني بطل أوروبا في قبل نهائي كأس العالم للأندي والمقرر لها غدا في مباراة صعبة ولن تكون سهلة على الإطلاق وقال السلية رغم قوة المواجهة غدا لكن حلم الجميع هو الوصول للمباراة النهائية لمنديال الأندية ونتمنى أن يكون كل اللاعبين في حالتهم الفنية والبدنية ونحن سنقاتل من أجل الوصول للنهائي وتحقيق حلم كل الأهلوية وأوضح السلية أن الأهلي سبق له تحقيق الميدالية البرونزية بمنديال الأندية في ثلاث نسخ سابقة منهم مرتان متتاليتان للجيل الحالي لكن الطموح للجميع في الأهلي أبعد من ذلك وهو الوصول للمباراة النهائية وتحقيق اللقب واختتم عمر السلية تصريحاته على هامش مران الأهلي الأخير قبل مواجهة ريال مدريد غدا أن الأجواء في المغرب مميزة وموجها الشكر للجماهير المغربية على الدعم والمسندة متمنيا استمرار حضورهم في مواجهة ريال مدريد بأعداد كبيرة لمؤاظرة الأهلي كعادتهم نروح للخبر التالي ومراكز الشباب تفتح أبوابها لمجاهدة مباراة الأهلي وريال مدريد وجه الدكتور أشرف صبح وزير الرياضة جميع مدريات الشباب على مستوى الجمهورية باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو فتح مراكز الشباب والهيئات الشبابية والرياضية أمام المواطنين ليتسنى لهم مشاهدة مباراة فريقي الأهلي وريال مدريد الإسباني في قبل نهاء كأس العالم الأندية غدا أمن المقرر أن يقوم مدير مدريات الشباب والرياضة بالتنصيق مع مدير الإدارات الفرعية ومجالس إدارات مراكز الشباب وكافة الهيئات الشبابية والرياضية على مستوى الجمهورية لتوفير شاشات وأماكن لمشاهدة الأعضاء والمواطنين لمتابعة المباراة المرتقبة والتي تحرس الجمهور على مشاهدتها كون فريق الأهلي ممثل الدولة المصرية بالبطولة وأعرب وزير الشباب والرياضة عن خالص تمنياته بالتوفيق للاعب فريق النادي الأهلي والجهاز الفني في تقديم مباراة قوية طاليك بكرة القدم المصرية أمام ريال مدريد الإسباني والمنافسة على البطولة مشيرا إلى دعم ومؤذرة الجمهور المصرية للعاب الأهلي في المباراة المرتقبة هنروح لخبر كولر وحديثه للمركة الأسبانية موجهة ريال هي الأهم في تاريخ النادي الأهلي والفوز عليهم ليس مستحيل تحدث مرسل كولر المدير الفني لفريق النادي الأهلي عن فرص المارد الأحمر في الفوز على ريال مدريد غدم بالدور قبل النهائي من بطولة كأس العالم للأنديا بالمغرب وقال كولر المدير الفني للنادي الأهلي في تصريحاته لصحيفة أماركا الإسبانية الفوز على ريال مدريد في نصف النهائي سيكون نوعا من المعجزة الرياضية لأنه أحد أفضل الفرق في العالم مع مدرب فاز بكل شيء في أندية مختلفة وواصل كولر حديثه عن الفوز على ريال قائلا أعتقد أنه صعب جدا لكنه ليس مستحيلا سأحاول إعداد فريقي بأفضل شكل ممكن بالإضافة إلى تخفيف الاحترام الزائد من جانب بعض اللعبين لنجوم ريال مدريد من أجل تقديم مباراة قوية ويعني أتكلم أيضا عن إنجاز منتخب المغرب وإزاي استقلال هذا الأمر بعد فوزه على إسبانيا قال كولر أتمنى أن يحدث ذلك أعتقد أنه ممكن لكن هذا صعب للغاية بعيدا عن فوز المغرب على إسبانيا وأنهى كولر تصريحاته قائلا أعتقد أن مواجهة الريال هي الأهم في تاريخ النادي الأهلي لأنه لم يصل أبدا إلى نهاية كأس العالم للأندية في المشاركات السابعة أعتقد يا كابتن إسلام تأدير واحترام مستر مارسل كولر لريال مدريد وأنه يخفف الضغوط عن فريق ولعاب النادي الأهلي دي من النقاط المهمة جدا أنهى بيجادها قبل هذا اللقاء تصريحات وقعية جدا وخلي بالك ده اللي احنا بنتكلم فيه من يوم السابت يا كابتن هاني منذ أن انتهت مباراة سياتل ساوندرز الأمريكي وإحنا دايما هنا في الأهلي في المنديال بنتكلم بنفس الإطار أو في نفس الإطار يا كابتن هاني إن إحنا وقعيا الريال هو الأقرب وإحنا بمشيكل الدغوط من على اللعب إن الرجل قالها صراحة على الهوى زي ما بيقول صحية صحية هو ده اللي احنا دايما بنبقى وخلي بالك هو فنيا كلام اللي بيتقال ده كلام واقعي جدا طب وقعي وهو زي ما بقول لك يا فاروق يمكن الجزء اللي تكلم فيه لسه كنت بتكلم فيه إن عملية هو بيحاول يزيل عملية الاحترام الزائد آه بتحترم المنافس ولكن اشتغل على نوع يخلي اللعيبة يشيل عنهم الدغوط لو النادي الأهل الكسب حيبقى شيء من الخيال ولكن كل شيء وارد وده اللي تكلمنا عليه يعني وإن شاء الله يعني الواحد متفائل أيا كانت النتيجة إن شاء الله إحنا بنحترم أبطالنا وإن شاء الله يعني يقدموا مباراة جيدة بإذن الله إن شاء الله خلينا يا حضراتكم بس قبل ما تكمل يا فاروق أن الهلال أحرز الهدف الثالث والنتيجة الآن تلاتة واحد لصالح الهلال أمام فلمينجو طبعا الفلمينجو في الهدف الثاني تم طرد لاعب واحتساب راكل الجزاء أحرزها سالم الدوسري الهدف الثاني كمان فلمينجو بيلعب بعشر لاعبين وبالتالي نتيجة الآن تلاتة واحد واقترب الهلال بشدة للوصول لأول مرة في تاريخ نادي في غير ملعبه أو في غير بلده يلعب نادي عربي يعني في غير ملعبه يلعب في المباراة النهائية العين كان في ملعبه لما لعب المباراة النهائية الرجاء كان في ملعبه لما لعب المباراة النهائية وبالتالي الهلال ان شاء الله بعد فوزه النهاردة يصل إلى المباراة النهائية ويصبح أول نادي عربي يصل إلى المباراة النهائية أنا تمنى يا رب يا رب نكون نهاية عربي يا رب ان شاء الله يعني فعل خير طبعا نحن بنقول يعني ان شاء الله بإذن الله مبروك لفريق الهلال طبعا الممثل العربي وممثل القرى الأسيوية وان شاء الله بإذن الله فعل خير ويكون نهاية عربي بإذن الله فاروق هنروح لخبرنا للتالي كابتن السلام وبتعلق باستدادة فريق ريال مدريد لا يعاني من إصابة عضلية الإشاعة تثبت سلامة تيبو كورتوة كشفت تقارير صحفية إسبانية سلامة الحارس البلجيكي الدولي تيبو كورتوة من وجود إصابات عضلية بعد خضوع لأشعة الرنين المغناطيسي من قبل الفريق الطبي في نادي ريال مدريد ليقترب اللعب من الصفر إلى المغرب للمشاركة في كأس العالم للأندية ووفقا لصحيفة منذ ديبرتيف الإسبانية كشفت الأشعة بالرنين المغناطيسي التي خضع لها حارس ريال مدريد البلجيكي تيبو كورتوة أنه لا يعاني من أي إصابة عضلية ما يؤكد أن المشكلة لا تتعدى حملا عضليا زائدا أما بالنسبة للنعب ميليتاو وكريم بنزيمة يعاني البرازيل من إصابة عضلية في ألصاق اليمنى بينما المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة يعاني من حمل زائد منذ مباراة الخميس الماضي أمام فالينسيا وسيكون لديهم خيارات للسفر يوم الخميس المقبل إلى الرباط التي تحتضن البطولة لكن القرار النهائي سيتخذ بناء على تطور حالتهم نروح للخبر القادم وعملية الموندياليتو بين ريال مدريد والأهلي على رأس عنوين الصحف إسبانية اهتمت الصحف الإسبانية الصادرة صباح اليوم بالعديد من الأحداث المهمة على رأسها وصول بعثة فريق ريال مدريد إلى المغرب لمواجهة الأهلي لنهاية كأس العالم للأندية غدا ونشرت صحيفة آس الأسبانية صورة للثنائي البرازيلي فينيسيوس ورودريجو جوس داخل الطائرة وعلقت قائلة عملية الموندياليتو ريال مدريد موجود بالفعل في المغرب بدون كورتوى وميليتاو وبنزيمة لكن قد يعتمد عليهما إذا وصل الفريق إلى النهائي فيما ألقت صحيفة ماركا الإسبانية الضوء على عدم لحاق القائد كريم بنزيمة وتيبو كورتوى بمباراة الأهلي في قبل نهاية مونديال الأندية قائلا يتبقى يوم واحد على كأس العالم أمام الأهلي ريال مدريد سيلعب بدون بنزيمة وكورتوى نروح للخبر التالي وهو نقل مباراة تحديد المركز الثالث بمونديال الأندية إلى مدينة الطنجة أوضحت القناة الرياضية المغربية عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أنه تم تغيير الملعب الذي سيحتضن مباراة تحديد المركز الثالث بمونديال الأندية حيث سيتم نقل اللقاء من الرباط إلى طنجة ويواجه الخاسر من مواجهة الأهلي وريال مدريد الخاسر من مباراة ليلال وفلامينجو السبت المقبل في لقاء تحديد المركز الثالث نروح لخبر مهم جدا وهو السعودية ترغب في استضافة النسخة القادمة من كأس العالم للأندية كشفت تقارير صحفية مساء اليوم عن رغبة السعودية في التقدم بشكل رسمي لاستضافة النسخة المقبلة من بطول كأس العالم للأندية وذكرت صحيفة الشرق الأوسط أن السعودية قررت التقدم رسميا لاستضافة بطولة كأس العالم للأندية في نسختها المقبلة المقرر لها نهاية العام الجاري وضافت الصحيفة أن الاتحاد السعودي لكرة القدم تحدث مع مسؤولي الاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن استضافة منديال للأندية للمرة الأولى والتي ستكون نهاية عام 2023 وأشارت الصحيفة إلى أن النسخة المقبلة من منديال للأندية ستكون الأخيرة في شكلها الحالي من سبعة أندية فيما ستنطلق حسب بكلام رئيس الاتحاد الدولي جياني أنفنتينو بالشكل الجديد بمشاركة 32 فريق عام 2025 كابتن إسلام كابتن هاني كده انتهت أخبارنا في الأهلي في المنديال ولكن قصة وحكاية الأهلي في المنديال اللام ولان تنتهي كل التوفيق بإذن الله للنادي الأهلي الحلم الكبير يتحقق للينا كلنا نوصل للمباراة النهائية بإذن الله نحقق الإعجاز بإذن الله أمام ريال مدريد إن شاء الله ونشكرك يا فاروق على يعني كل ما قدمته وكل الأخبار المتعلقة بفرقيتنا وريال مدريد ومباراة تاريخية بكرة أمام النيادي الأهلي وإن شاء الله كل التوفيق بفرقيتنا شكرا جزيلا يا فاروق على وجودك معنا شرفت ونورت شكرا جزيلا يا فاروق على